أحداث عنف وقعت مؤخراً بين مسلحين فلسطينيين والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية لها محمود عباس أبو مازن برأسها ده أدى لتصاعد حالة من الفوضى في الضفة واللي متزال مستمرة منذ عدة أشهر وعلى خلفية تصاعد الأحداث مؤخراً حركة فاتح برأسها محمود عباس أبو مازن شنت هجوماً كبيراً على إيران واتهمت طهران بإحداث الفوضى بطريقة لا يستفيد منها سوى إسرائيل وقالت الحركة في بيان صدر عنها إنها ترفض هذه التدخلات الإيرانية ولن تسمح باستغلال القضية ودماء الفلسطينيين أو استخدامها ورقة لصالح مشاريع مشبوهة لا علاقة لها بشعبنا الفلسطيني ولا قضيتنا الوطنية انتهى الاقتباس عشان نفهم أكتر معنا من رام الله سيد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح ومعنا من طهران الدكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران هبدأ الأول بوجهة النظر الفلسطينية من رام الله السيد عبد الفتاح دولة ما هو حجم الخطر الذي تراه فتح منظمة تحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية لما تقوم به طهران من تأجيج ما بين قصين لمشاكل شغب فوضى في الضفة مساء الخير دكتور ومن خلالك لضيفك الكريم كذلك ولمشاهدين الكرام يعني كلكم تتابعون الحالة الفلسطينية دكتور وضيفك الكريم ونحن نمر في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ القضية الفلسطينية اليوم هذا الاحتلال بدأ يتعامل بشكل واضح في ظل أن من يحكم دولة الاحتلال هي عقلية أيديولوجية صهيونية تلمودية تحكم باسم الدين ومخططها ومشروعها كبير يستهدف مستقبل وجود الشعب الفلسطيني كما يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وبالتالي الكل الفلسطيني اليوم في حالة من الاستهداف وفي حالة من المواجهة وأي خلل داخلي وأي فوضى داخلية من شأنها أن تحرف حالة التماسك الفلسطيني ومن شأنها أن تصب في مصلحة الاحتلال في أن تعم الفوضى في الساحة الفلسطينية وبالتالي نحن حريصون لأن لا يكون هناك أي تداخل خارجي مع أي مصلحة خارجية غير مرتبطة بشكل مباشر بمصلحة الشعب الفلسطيني سيد عبد الفتاح سؤال مباشر وواضح وصريح هل إيران تدخلت على نحو يزرع بزور الفتنة والفوضى في الضفة الغربية أرجو لحاجة إجابة آه أو لا نعم إيران من خلال علاقة مباشرة مع إخوتنا في حماس والجهاد الإسلامي هم على علاقة مباشرة بتمويل مجموعات فلسطينية مستغلين الدافع الوطني والرغبة وروح الشباب التي لديها رغبة في مواجهة هذا الاحتلال بفتح خطوط مباشرة والتجنيد بشكل عشوائي الأمر الذي دسم بين هؤلاء الأبطال الذين يتوجهون للفعل النضالي بصدق رغم صغر سنهم وعدم وجود أي حاضنة حقيقية سياسية تحتضنهم هستاذينا هروح الدكتور حسين ريوران أستاذ علوم السياسية بجامعة طهران دكتور حسين ليه إيران تقدم على تجنيد شباب تحت مظلة حماس أو الجهاد بما يضر بوحدة الصف الفلسطيني اللي احنا أصلا بنحاول أن نرممه علشان ينجح في الدفاع عن القضية الفلسطينية فضل يا فن بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء يعني في تصوري أن إيران لا يمكن أن تقوم بدور يخلق شروخ داخل المجتمع الفلسطيني المجتمع الفلسطيني هو مجتمع مبتلى بأزمة من خلال الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية وهو بحاجة إلى دعم وليس إلى أي فتن يعني كأنه حضرتك بتقولني اللي بتقوله فتح داتها يؤت يعني هي ضلالات عندهم مش حقيقة لا 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 ما أريد أن أقول إيران تدعم قضية والقضية هي تحرير فلسطين والمقاومة ضد الاحتلال وهذا لا يأتي إسقاطا من إيران على الشعب الفلسطيني لا الشعب الفلسطيني كله هو شعب مقاوم حتى حركة فتح اسم حركة فتح حركة تحرير الوطني الفلسطيني فتح التحرير هو قضية لكل الشعب الفلسطيني إيران تدعم حركات المقاومة في فلسطين وبالمناسبة حركات المقاومة هي تمتلك شرعية كبيرة آخر انتخابات تمت في فلسطين المحتلة يعني في الضفة والقطاع هو في 2006 والمقاومة يعني حماس حصلت على 61 بالمئة أكثرية الشعب الفلسطيني هي تدعم موضوع المقاومة وإيران تدعم هذا الشعب وتطلعات الأكثرية فيه من هنا بس دول حسين اللي أنا فاهم صح لو إيران عندها دولار هتقدموا لحد في فلسطين علشان يقاوم إسرائيل هتقدموا الحماس أو الجهاد وقطعا مش هتقدموا لفتح لا يعني هذا التصور قد لا يكون في محله أولا يعني الرئيس الراحل ياسر عرفات زار إيران بعد الثورة بعد أيام بالمناسبة من انتصار الثورة وهو الذي فتح السفارة الفلسطينية التي كانت في السابق سفارة إسرائيل ومن مثل هذه السفارة أو كان سفيرا هي كانت جلها من القيادات فتح وليس غيرها من المنظمات الفلسطينية يعني المرحوم الزواوي الذي توفي قبل سنتين هو من فتح وليس من باقي الفصائل أولا إيران تدعم كل القضية الفلسطينية وهي على علاقة مباشرة بخلال السفارة مع السلطة الفلسطينية ولكن إيران تتبنى المقاومة في فلسطين باعتبار أنها إرادة أكثرية لا يمكن القفز على هذا الواقع اليوم كل الاستطلاعات والانتخابات التي جرت كما قلت في 2006 كل هذا يعكس أن موضوع المقاومة هو موضوع أساسي لدى الشعب الفلسطيني ويعني الأخ الكريم من الضفة يقول أنه إيران تجند شباب مندفعين إلى آخر لا أولا إيران لا تجند يعني هناك حركات فلسطينية هي منبثقة من قلب الشعب الفلسطيني تتبنى مبدأ المقاومة وهي التي تجند وإيران تدعم هذه التعليمات سيد عبد الفتاح دولة المتحدث اسم حركة فتح من رمالة سيد عبد الفتاح في قسط البيان الذي صدر من حركة فتح كان فيه إشارة مباشرة بأنه إيران بما تفعل اللي هو حركة تشير إليه ونفاه الدكتور حسين أنها بتشق الصف الفلسطيني بما يخدم إسرائيل فين إسرائيل في هذه المعادلة الإيرانية الفلسطينية تفضل اسمح لي قبل أن أشير إلى هذا بشكل مباشر نعم الدكتور حسين وأعيد وأكرر له التحية هو نفى وأكد ما قلته هو أكد عندما قال نعم أن إيران تدعم طرفا فلسطينيا وربطه في المقاومة وأكنا وكأن المقاومة حكرا على حماس وبالمناسبة عندما فازت حماس بالانتخابات في 2006 لم تفز لأنها حركة مقاومة ودونها لا حتى اليوم دكتور حسين وأريد أن أذكرك والمشاهدين أكثر من نصف الحركة الأسيرة في السجون هم من حركة فتح فقط والنصف الباقي أقل من النصف الباقي من كل الفصائل المجتمعة وهو أكد نعم أنه يدعم طرفا دون طرف وهذا يرتبط بالمناسبة بموقف إيران السياسي من منظمة التحرير الفلسطينية عندما تقول أن المنظمة لا تمثل كل الشعب الفلسطيني وأن هناك من يمثل إلى جانب المنظمة الشعب الفلسطيني والتمثيل لا يجزأ هي تريد صوتا لها في منظمة التحرير حتى تتحكم في جزء من القرار الوطني الفلسطيني الذي حافظت فلسطين على أن يكون مستقلا ونعم نحن لا نكون عداءا لإيران نريد أن تكون علاقتنا مع الجمهورية الإيرانية علاقة صداقة مبنية على العلاقة الإنسانية الصادقة بدون أن نتدخل في شؤونهم ولا أن يتدخلوا في شؤوننا وأنا لست ضد دعم المقاومة لكن على إيران والفصائل التي تجند هؤلاء الأبطال وهؤلاء الشباب أن تدرك هل تجند بشكل سليم هل قاموا بفعل حقيقي تجاه الاحتلال كم من شهيد تم اغتياله فقط لأنه استضط بهذه الحالة دون أن يطلق رصاصة واحدة على الاحتلال من يتحمل دم هؤلاء الشباب قبل أيام قامت نفس المقاومة التي تدعمها إيران بقتل أحد الشباب من بينهم وقالوا عنه أنه عميل هذا الشاب هو الذي كان يحرض على الأجهزة الأمنية وكان يقود المسيرات ويطلق النار على أفراد الأجهزة الأمنية والمؤسسات الفلسطينية نفس من تمولهم وتساعدهم إيران والحركات التي تقول هي تجند المقاومين قاموا بقتل هذا الشاب بعيدا عن القانون طبعا لأنه عميل إذن هناك أمرا ما فيه خللا كبيرا من شأنه أن يقلق حالة من الفوضى المقاومة تكون ضد الاحتلال وفقط عندما توجه هذه المجموعات بندقيتها إلى الداخل الفلسطيني في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى حالة من التمازق معنى ذلك أن هذا سيؤدي إلى حالة من الفوضى واللا أمن واللا أمان وبالتالي من يمول هؤلاء الشباب يجب أن يعيد حساباته في طريقة التعامل معه إن كانت نوايا إيران صادقة في هذا الموضوع فلتتعامل بشكل مختلف مع هذه المجموعات ولتقول لحماس والجهاد الإسلامي التي هي على علاقة مفتوحة ومتواصلة معهم أن الذي تقومون به هو أمر خاطئ نحن لا نمولكم حتى تقوموا بإطلاق الرصاص على أبناء شعبكم الفلسطيني ثم أن إيران لم تمول يوما وهي تتحدث عن المقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية هل عبدت شارعا في فلسطين؟ هل بنت مدرسة؟ هل بنت مستشفى في فلسطين هي تتواصل بشكل مباشر مع حماس والجهاد الإسلامي حتى تكون متمكنة ونافذة في القرار الوطني الفلسطيني وهذا يؤثر على حالة التماسك ولربما موقف إيران مع حماس والجهاد الإسلامي ربما أيضا كان سلبيا وبالتالي تستفيد إسرائيل إسرائيل مستفيدة من الفوضى دكتور وهي معنية أن تقول أن السلطة الفلسطينية ضعيفة وأن هناك مسلحين ينشرون الفوضى ونحن مضطرون لاختحام المناطق الفلسطينية بشكل مستمر وقتل هؤلاء الشبان على اعتبار أنهم أبطال ومقاوميون ومطلوبون للاحتلال رغما أن عدد كبير منهم لم يطلق رصاصة واحدة على الاحتلال فقط ارتبط في هذه الحالة التي تمولها إيران وهي تتذرع بذلك أولا سلطة الفلسطينية دكتور حسين السوابق الموجودة على أرض الواقع سواء حزب الله في لبنان أو الحسين في اليمن كل هذه النماذج لا تبشر بخير أينما وجدت إيران ودعمت فصيلا كان هذا الفصيل يصل إلى السلطة بمنطق التغلب وبالتالي حتى بيعطل عمل البنية السياسية داخل الدولة هل هذا هو واحد من أهداف إيران إضعاف السلطة الفلسطينية من أجل تقويت حماس يعني دعني أختلف معك أن في فلسطين الانتخابات جرت وحماس كانت هي الفائزة والرئيس عباس هو الذي عطل يعني الآلية الدستورية في أن تكون الحكومة من خلال الأكثرية في البرلمان وقل سيدة عفتاح وقل حركة عزتول إيه قلت أيضا سيدة الرئيس محمود عباس في ذات الانتخابات حصل على أعلى الأصوات وفاز انتخابا كرئيس للدولة الفلسطينية واليوم يشككون أيضا بشرعيته وهو فاز بالانتخابات وبالتالي عندما فاز كرئيس إذن الشعب الفلسطيني مع خيار الرئيس محمود عباس في حينها هل خيار الرئيس ليس خيار مقاومة تفضل دكتور حسين تفضل دكتور حسين هذا التعليل غير صحيح أولا النظام السياسي في فلسطين هو نظام رئاسي برلماني والحكومة هي مسؤولة أمام البرلمان تعين قبل الأكثرية وتحصل على الثقة من خلال البرلمان أو تقال من خلال البرلمان أن يقوم الرئيس بمصادرة كل صلاحيات البرلمان هذا هو نقض للقانون الأساسي أو الدستور في فلسطين ولا أريد أن أدخل في سجال في الجانب القانوني ما أريد أن أقول التعليل الذي تفضل به أن إيران هي التي تفرق يعني الشعب الفلسطيني من خلال دعم فصائل دون أخرى هذا هو غير صحيح يعني في الانتفاضة الثانية إيران دعمت كتائب الأقصى من داخل الفتح بشكل كبير جدا وإيران نعم تتبنى المقاومة باعتبار هناك مسألتين البعض يؤمن بأسله ويؤمن بالحوار كمدخل لحل الأزمة ومنذ 1993 وإلى الآن لم يحقق شيئا لأن الاحتلال يرفض أساسا مبدأ الدولتين الاحتلال يرفض تطبيق أسلو على أرض الواقع هناك جهة ثانية تتبنى موقف المقاومة داخل الشعب الفلسطيني هذه التعليل الأساسي أن هؤلاء يؤمنون بأن المقاومة هي الحل المقاومة استطاعت أن تدفع الاحتلال للانسحاب من لبنان وللانسحاب أيضا من غزة من هنا المقاومة تقول أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة بعض الأشخاص الذين قتلوا يعني الآن هناك تجزئة للمشهد أن هناك البعض قتل من قبل المقاومة وهناك البعض من التيار المقاومة قتل من قبل قوات السلطة هذا أيضا يجب أن لا ننسى أساسا البيان الذي أصدرته فتح جاء على أي خلفية على خلفية أن هناك قوات أرسله ماجد فرج إلى غزة ودخل غزة من خلال قوات الاحتلال ونحن في حالة حرب يعني نشهد حالة حرب في غزة وهذا الدخول الذي جرى اعتبرته المقاومة تنسيق مع الاحتلال وأساسا التنسيق الأمني هو موضوع شائق جدا ومرفوض سياسيا يعني الكيان الصهيوني لا يطبق أسله لماذا يجب على السلطة أن تطبق أسله يعني وتنسق مع هذا الكيان على أي حال لا أريد أن أحدد سلوكيات يجب أن تتخذ في الداخل الفلسطيني ولكن ما أريد أن أقول أن موضوع يعني المدرستين داخل الشعب الفلسطيني موجودة الذين يتبنون مبدأ المقاومة هم الآن يمثلون قاعدة شعبية واسعة وهي حقيقة يحاول البعض أن يقفز عليها وينسبها إلى إيران ووضح أن السجال سيستمر بتوجه بالشكر من رمال السيد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح هو من طهران دكتور حسين روري يران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران وكان لي بس من تلخيص سريع للمشهد الآن أنا كنت لسا بتكلم عن إسرائيل وانتقاداتي لإسرائيل مرة تانية مش كل إسرائيل ولكن اليمين المتطرف اللي في الآخر خالص بيحاول أنه يفرد وجوده عن طريق احتلال أرض شعب وتدمير هذا الشعب لكن كمان إيران فيه مشكلة إيران ما بتسبش يعني أنا عايز أقول الشق عارفين حرككم الحيطة ممكن فيها شقة تروح الدخلة بكل معاولة عشان تحول الشقة كده يجبر 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 بالغاية ما يبقى شرخ في بنية المجتمع وبنية الدولة وينتهي بين الحال زي الموجود في إيران زي الموجود في لبنان زي الموجود في سوريا وزي الموجود في العراق وزي الموجود في اليمن وكلما أتيحت لها فرصة هتعمل كده فطبعا السلطة الفلسطينية بتقول إحنا مش نقصين إحنا مشكلنا مع إسرائيل كفاية ما تزودوش الشرخ اللي ما بيننا وما بين حماس أكتر وأكتر وللأمانة التشيع السياسي زي التأسلم السياسي اللي هو التأسلم السني يعني الإخوان والجهاد والجماعة والنحاء التاني التشيع السياسي ألا وهو القضاء على فكرة الدولة الوطنية العربية ودي مشكلة كبيرة لأنه اللي بيقع ما بيقومش يعني لو الموضوع يتم بالتراضي وتقولي أن الدولة ألف والدولة بيه والدولة جيم هيكون بينهم من بعض اتفاق لتكامل اقتصادي ولا تكامل مالي ولا تكامل سياسي وفي الآخر تفضل تتحول لدولة واحدة أو دولة فدرالية دولة فدرالية كل ده تفهمه أن منك توقع الدولة علشان حلفائك من الإخوان أو غيرهم أو الشيعة يوصلوا في الدولة اللي فيها انقسام الشيعة يسني عشان يوصلوا للسلطة على حساب بقية المجتمع طب ده إحنا إيه المصيبة دي كان زمان يقولوا في الأمثال لو وقع بيتابوك خد لك منه قالب قالب يعني قالب توب يعني خد منه حاجة ما هو وقع إنما احنا دلوقتي مع إيران هي بتوقع البيت عشان تاخد منه قالب وده مرفوض بعد الفاصل وزير إسرائيلي يهدد أمريكا ضمنا وإن كان الحياة أنا شايف إنه هو أكتر من ضمنا شوية بيقول لها مصالحك يا أمريكا في الشرق الأوسط مرتبطة بدعمنا يعني دعم إسرائيل هنشوف تفاصيل الموضوع بعد الفاصل اشتركوا في القناة